احنا هنا ما بننساش وما بيتضحكش علينا كون الأمور إعلاميا دلوقتي بقت تتاخد لنصق فكرة أصلة قال لرئيس اتحاد الكرة انت أهلاوي وده الموضوع وده الصياق أولا احنا مرجعيتنا تقرير لجنة المسابقات اللي ممكن خلال البعد أو محاولة إبعاد اللاعب عن رئيس اتحاد الكرة يكون المرائب أو الموجودين سمعوا كلام مغير تماما أثبته في التقرير أنا عندي تقرير بيقول إيه؟ بيقول سب الاتحاد بقول التجاوز اللفظي وبيتكلم في محاولة اعتداءات ده القرار بتاع لجنة المسابقات اللي استندت عليه في غرامة التمن شهور وقدامكو التوصفات اللي وصفناها كمان أنا عندي سؤال مهم جدا كان فيه كاميرات كتير جدا في الصورة قريبة من شيكابالا وعلى خطوات منه لو فعلا ما حصلش ده هو ليه ما حدش يطلع لنا التسجيلات دي اللي كتير جدا من المحطين واللي كانوا موجودين قالوا ما يتوازى وما يتماشى مع تقرير اتحاد الكرة أو لجنة المسابقات أنا آسف واللي يؤكد ان لو خرج ما يقاله شيكابالا فهو كافي بشط باللعب يا أساني بص يا فارس هو فيه مشكلة كبيرة جدا البعض بيتجاهلها تماما وهنا نتوقف عن ده ولكن هي فكرة الأول تقالي انت أهلاوي والبعض استند لكلام البشمهندس أحمد مجاهد لما قال أنا ما سمعتش شتمتي مش معنى انه قال انه ما سمعتش فده معناه انه ما تشتمش ليه لان تقرير مرائب المجراء قال فيه محاولة اعتداء على البشمهندس أحمد مجاهد ده رقم واحد رقم اتنين الاعلام صور فكرة لما يتقالي البشمهندس أحمد مجاهد انت أهلاوي هي انت أهلاوي دي شيتيمة تستحق عليها الإقاف اه لانها في السياق بيدعو ان انت غير أمين على إدارة المسابقة ان انت شخص متحيز أنا لما اجا اقول لشخص انت زمال كاوي انت سمعلاوي انت اتحداوي انت ايا كان مين في نطاقها فما فيها شيتيمة أنا بوصفه لكن لما يجي لرئيس الاتحاد في نهاية الدوري وقول له انت أهلاوي وعشان كده عايز تفسد فرحتنا فهنا فيه تشكيك في زمة رئيس الاتحاد فيه اتهام واضح بالانحياز لرئيس الاتحاد احنا بنتكلم في بديهيات الاعلام بيتجاهل البديهيات دي وطلب يقول ايا جماعة هي اهلاوي دي شيتيمة لا هي مش شيتيمة اهلاوي دي شرف ولكن لما يتقال لرئيس الاتحاد فانت هنا بتتهمه بالانحياز للنادي الاهلي نفس الشخص وهو شيكبالة هو اللي كان بيقول لو عايزين توجهه الدوري الاهلي انتوا بتوجهوه الدوري حاليا فين مش بتكلم عن مكانه لانه هو مكانه بيخرج برا النادي الدوري حاليا معنات الزمال فبالتالي فكرة الاتهام بالتوجيه فكرة هي باطلة وترد عليها دي رقم واحد رقم اتنين مهلو فيه اصلا حد عايز يفسد فرحتك زي ما تقالك حتى كمان من كابتن وسام النبيه طب ما انا اصلا ليه اوصلك انك تفرح ليه ما يتحطلكش عراقيل زي اللي تحطت للنادي الاهلي ليه ما يدغدش النادي الاهلي شهرين يلعب 16 ماتش طب ما انا كنت رايحته بدل ما ادغطه 16 ماتش عشان اكيد الاجهاد هينال من لعبته وهيقع ليه ما هتجبتش حكام اجانب بنانا على طلب النادي الاهلي لو انا عايز اجامل بقى النادي الاهلي ده انا حتى طلبات النادي الاهلي انا استبعتها لكن مش عايزين نخرج عن السياق ده في النهاية ده قرار مجلس الادارة فيه عقوبة حصلت فيه تقرير واضح تم نشره في المواقع فيه يلا كرة وغيره 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 بيقول ان فيه ادانة ولكن زي ما احراجكم شايفين ده التقرير فانا اتمنى يكون فيه مصدقية وتعامل اعلامي فيه وضوح مع المتلقي ده رقم واحد رقم الاهم بقى والتجاهل الاهم وهو فكرة هو انتوا ليه متجاهلين موقف شيكابالا بعد مباراة الزمالك والانتاج الحربي انا هنا حق النادي الاهلي فين ليه محدش بيتكلم عنه خالص لا اتحاد كرة ولا لجنة مسابقات ولا حتى اعلام رياضي المفترض انه محايد شيكابالا للمرة الالف بيطلع يسير جماهير نادي الزمالك لشتيمة النادي الاهلي محدش تكلم عن ده ليه مارش الزمالك والانتاج اللي هو قبل مارش الاهلي والبنك عقوبة اللجنة المسابقات في حالة شيكابالا اللي اتقررت هي مباراتين وخمسين الف جن غرامة طيب هو عملها قبل كده في المسم ده اهو عملها بعد مبارات الاهلي والزمالك في الدوري لما اشار على حزاؤه خد مباراتين وخمسين الف جن غرامة لكن البش مهندس أحمد مجاهد طبعا أقال لجنة الاندباط فبالتالي اللايحة بتاعت لجنة الاندباط أو المادة 28 بتقول إيه؟ إن لو العقوبة أو المخالفة دي اتقررت تاني فأنت من حقك تغلز العقوبة يعني المباراتين بتوع الإيقاف للشكبالك ماتش الانتاج المفترض يبقى أربعة لكن لأنه أطاح بلجنة الاندباط فما فيش أصلا عقوبة من لجنة المسابقات ومحدش بيتكلم وكأن الإهانة بقت مسموحة من جماهير نادي الزمالك لجماهيري نادي الأعلي بتحريد من شكبالك فين إيقاف شكبالك بعد أمرات الزمالك والإنتاج ده رقم واحد رقم اتنين قادي اللايحة بتاعت لجنة الاندباط اللي أطاح بيها البش مهندس أحمد مجاهد اللي بتتكلم بوضوح لو المخالفة تكررت في نفس الموسم العقوبة تكون مغلزة يعني إيه؟ يعني المفترض شكبالك بعد أمرات الزمالك والإنتاج يتم إيقافه أربع مباريات غير الغرامة المالية لا تتوقف مبارتين ولا توقف أربع مباريات كل المشكلة حاليا الصراع داير بين شكبالك والتحاد القرى لا ده قال له أنت أهلاوي لا أنا شتمت لا ما شتمتش لا تقرير مباراك بالمباراة وعندنا حالة واضحة تستدعي إيقاف أربع مباريات لشكبالك وهي تحريد الجماهير للمرة الألف بعد مباراة الزمالك والإنتاج الحرب أنا بقى عندي تخوف وعندي جملة قالت النهاردة من أحد الإعلامين يا أسامة قال إيه بقى على عدم التعقب على قصة شكبالك كان بيقول أن إحنا في جو عايزين نهدي الأجواء يبدو كده للمشجع أن تهدئة الأجواء دي أصبح معناها استباحة الأهل إعلاميا وفي نفس الوقت كل ما يخص النادي الأهلي بقت الناس توقف عنده وتتعامل معه أنه هو إساء لا يا جماعة دي مش تهدئة الأجواء ده تعدي على حقوق النادي الأهلي ده استهانة بالنادي الأهلي وده لن يسمح به أي مسؤول في النادي الأهلي ولن نسمح به كإعلام والجمهور لن يقبله لأن الأمور ما بتمشيش كده الديني حقي وفقا للوايح وما تتعاملش بالأمور كتهدئة ومؤامات وموازنات وساعتها أنت فعلا هتبقى بتهدي الأجواء إنما عمر ما تهدئة الأجواء من خلال أنت تسيب النادي الأهلي مستباح إعلاميا للبع وإحنا لن نسمح باستباحة النادي الأهلي أعلاميا وهنا هنرد بكل قوة بمنتهى الأدب وشعرنا دايما لأنتوا عارفينه التناول بلا تطاول أو بلا تجاوز لكن الحقيقة البعض ما يعرفش يعني إيه النادي الأهلي والبعض